بسم الله الرحمن الرحيم وهو ضار فيقول لماذا لا تحرمون السكر بيّنت هذا جاء التعليقات الحقيقة يعني كثير منها خارج الموضوع وكثير منها يعني ليس فيه أدب واحد يقول لي انتبه ما يصل كلامك بعدين يحرمون السكر واحد آخر يقول لي لا الشيخ يخلط بين الجولوكوز والفريكتوز يا أبني هالي درسناها في الابتدائي جولوكوز وفريكتوز وسكر العنب وسكر الفواكه درسناها في الابتدائي أنا ما قصدت الخلط بينها يا أبني أرجوك يعني أن تفهم الكلام جيدا سكر الفواكه هو أخف وألطف من سكر العنب سكر العنب جولوكوز تمام أنا ما أتكلم في هذه القضية قلت السكريات يمكن أن تأخذها من الفواكه هذا الذي قلته وأصل نفسه التمر فيه جولوكوز وفيه فريكتوز وحتى العسل الغالب هو الفريكتوز مثلا لست محلا وليس هذا من اختصاصي أنا حينما تعترض على قضية جزئية فيها ولم أقصدها فهذا ليس لائقا دعونا من هذا كله أخونا هنا أخفاضل يقول مولانا السلام عليكم أما بعد أنا أعتذر عن أن أرد على حضرتكم مخالفا واعذروا سوء آدبنا إن ساءكم من حديثنا الشيء لا مأسى أنا بالعكس أنت في غاية الأدب أما بعد فأنا طالب صيدنا متخرج ووجدت في بعض الدراسات أن التدخين قليل فائدة بل هو مفيد جدا في بعض الحالات والأمراض وهي قليلة جدا 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 فهل ذلك يرفع عنه صفة الضرر المحض واعذرنا شيخنا إن أسأنا فوالله إنا نحبكم في الله ونجلكم ونسألكم الدعاء أحبك الله الذي أحببتنا من أجله ونحن أيضا نحبك على فكرة أريد أن أقول لك شيئا لا يوجد في الدنيا في الدنيا شيء خلقه الله هو ضرر محض لا يوجد لا يوجد ما دام هو تحت الحكمة الإلهية والله تعالى خالقه فهو ليس ضررا محض على الأقل خلقه الله تعالى لامتحان الخلق فيه إبليس يعني هو شر بالنسبة لنا وهو ضرر محض بالنسبة لنا لكن بما أن الله تعالى خلقه لخكمة إلهية هو يعلمها إذن الحكمة الإلهية لا تفعل شيئا عبثة طيب لماذا خلقه الله ليختبر به الناس طيب بالنسبة للقاعدة التي تفضلت فيها الموضوع الذي ذكرته أنه يوجد كمية يوجد فيه حالات مفيدة وهي لبعض الأمراض وهي قليلة جدا 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 طيب هذه القليلة جدا 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 إن ثبت أن في التدخين العلاج لها حل لاحظ لهذه الحالة الجزئية والضرورة تقدر بقدرها الفقه الإسلامي فقه عظيم وفيه موضوعية عالية جدا أنا أعطيكم شيئا ربما لم تسمعوا به ربما يعرفه أهل النخيل ومن كان يعالج النخيل بالنسبة لنا نحن يعني من جماعة الأورغانيك يعني طبيعي نحاول قدر المستطاع ألا نأتي بشيء مصنع قدر المستطاع نحاول عندنا نخيل في بيتنا في سوريا وكنا نعالجه أحيانا من بعض الدود الذي يأتي إلى حالات معينة في النخلة العلاج الناجع في هذا هو التبغ المادة التي تلف وتصنع من السكاير يغلى في الماء ثم يرش فيقتل البكتيريا يقتل حشرات قد لا تكون بكتيريا حشرات صغيرة يقتلها مادة سمية قاتلة لها فصار نافعا حل استعماله لا يا أخي أعطيك شيء آخر آخر المورفين الهيروين الله تعالى خلق هذه الأشياء وهي مواد خطرة جدا ومحرم استعمالها قد تحل في حالات معينة استعمال دوائي محق ليس للإسكار والتفتير ولذلك الفقه واسع أنا أعطيت الصورة المقابلة وقلت التدخين ضرر محق في نسبة أنت تقول جدا 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 قليلا إذن يحل بقدر هذه النسبة القيلة جدا 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 في تلك الحالة الجزئية جدا 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 آخرون من جماعة الكيتو والمتعصبين للكيتو كان قضية يعني فكرية تستحق النزاع أنا ماذا قلت في موضوع الكيتو ولا أنا لست طبيبا لكن أنا عندي عقلية والحمد الله قرأت ودرست كثيرا من منطق تخصصي لا ليس من منطق طبي أنا أعلم أن هذه كائن مخلوقات الجميلة الفواكه التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها بألوان زاهية جدا وجميلة محببة للنفوس ما خلقها لنقولها السلام عليكم ونمشي من بعيد خلقها لنأكلها وأعطانا القانون في هذا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الكيتو وعلاج شيء عظيم جدا ومن العلاجات النافعة المفيدة ولكن كنظام أتعصب له وأحرج نفسي وأحرج الآخرين بأن والله لا بد أكل عدد من الحبات ولا بد هذا لا يؤكل أبدا طيب يا أخي كلهم من هذه الألوان فيه نفع عدى قضية السكريات السكريات هذه قضية يعني قضية معروفة لديكم لكن هذه الألوان الموجودة المصنوعة التي صنعت من الفاكهة فيها معادن وفيها فيتامينات وفيها أشياء نافعة فالله إنما شكلها بألوان متعددة ليجذب انتباهك إليها وهذه الألوان يعني مثل بالتكاروتين الموجود في البرتقال وفي الجزر يعني هذا نعم عنصر جذب لك ولكنه مفيد جدا للجسم فيعني أرجو عدم التعامل مع هذه القضايا بتشنج أنت مقتمع بهذا الشيء الكيتو حلال زلال ولا إشكال فيه للمباح لا يجب عليك أن تأكله لكن أنا أتكلم عن قناعة شخصية أنا قناعة هكذا قرأت آلاف الصفحات ومئات الكتب في هذا الشأن وصلت إلى نتيجة أن الأشياء الفطرية التي خلقت كما خلقها الله سبحانه وتعالى هذه لا يمكن أن تكون ضررا محضا فيها فائدة لعامة الناس فيها أضرار جزئية لبعض الناس إذن تم يمنع منها هذا الإنسان طيب إنسان مريض سكر نسأل الله العافية لكل مريض سكر يوجد فواكه سبحان الله وهي شديدة الحلاوة أقول شديدة ليس حلوة شديدة الحلاوة خلقها الله سبحانه وتعالى تعطيه لذة السكر وفائدة السكر وتخفف عنه السكر هذا صنع الله البديع والله جماعة لا تكلم من رأس يعود البرامج في كل مكان موجود فاكهة الراهب فاكهة الراهب هذه صفر رفعها المؤشرق ليسيمي هذا صفر صفر ومع هذا تخفض السكر في الإنسان وهي تعادل السكر ربما بمئتي مرة بمئتي ضعف وهذا التوت البري الذي يسمى في بعض البلاد القطلب هذه التجربة أنا لا أتكلم عن غيره أنا أكلته وأكثرته منه جدا وقمت بقياس السكر بعد ذلك فانخفض ليس أرتفاع وهذا الأمر يعني قضية مفروغ منها عند كل أطباء الذين يعرفونه فلا أتكلم من رأسي في هذه القضايا السكر الأبيض هذا مادة مصنعة يجب أن نبتعد عنها أو على الأقل نقلص الاستعمال إذا لا تستطيع تقلص لا تكون وردا يوميا بالأسبوع مرة ماشي الحال إذا كنت أكلها في اليوم خمس مرات ها أو شاي مدمن للشاي درب نفسك على الشاي بالذات أن يكون بدون سكر فأنا نحن هذه النصائح معروفة وليست اختصاصية وليست طبية معروفة لكل الناس لأنصالة ثقافة عامة فأنا لا أعتعد على اختصاص غيري وقلت لك إذا كان الشيء فيه نفع فيحل بقدر وشوف لاحظ الموازن القرآنية حينما سألوه عن الخمر والميسر ماذا قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيجب علينا نحن أن نرعي الغالب لذلك جاءت القاعدة الفقهية تقول ماذا النادر لا حكم له العبرة بالغالب وأكثر من توسع في هذه المسألة حنفية العبرة بالغالب فإذا ما قرر الأطباء أنه نافع ولم يأتي نص بدحريمه يفعل والضرورة تقدر بقدرها ما قرر الأطباء بأنه ضار ولا نفع له أنا السؤال جاء علي على السكر يقول هذا يضر وهذا يضر نعم هذا يضر لكن التدخين نسبة الضرر أكبر بكثير جدا السكر سم قاتل لمرض السكر لغير مريض السكر نعم يضع في المناعة نعم كذا لكن فيه فوائد كثيرة بلا شك هل هو شيء حسن مستحسن؟ لا لأنه خذ السكريات من الطبيعة فهذا أنفع وأفضل وأخذ عوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر